اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج منشط احمر نيران تشعل سماء بغداد ودخان يغطيها وعلى ارضها دبابات امريكية تجوب شوارعها معلنة بدء عهد جديد من الخراب والدمار هكذا كان المشهد في العراق قبل خمسة عشر عاما تمر ذكرى الغزو الامريكي للعراق اليوم وملايين العراقيين في خيام النزوح او في انقاض منازلهم المدمرة او في بيوت العشوائيات والصفيح خمسة عشر عاما والعراقيون لا يزالون يأملون بالحصول على خدمات الكهرباء والماء والصحة والتعليم بل وحتى يتطلعون لعودة منظومة الاخلاق والقيم خمسة عشر عاما ولا تزال الاحزاب تتناحر لحز مقعد في قطار المحاصصة هذا ما يؤشره المراقبون للمشهد العراقي على مدار عقد ونصف اذا حال العراق بين الماضي والحاضر ومفرزات الغزو الامريكي وكيفية تأثيرها على العراق اليوم نقف عندها مطولا لكن بعد ان نتابع ابرز منشتات حلقات اليوم بعد عقد ونصف على الغزو الامريكي للعراق لا يزال يعاني تدهور في الامن والصحة والتعليم وتراجعا في المنظومة الاخلاقية والقيمية ترامب يبحث مع العباد في اتصال هاتفي مواصلة جهود هزيمة تنظيم داعش ومواجهة تهديدات الامنية في المنطقة احباط هجوم لداعش على قضاء حديث في الامبار والقوات الامنية تواصل عملياتها العسكرية لتعقب خلايا التنظيف ديالا وتعلن تدمير ست مضافات تابعة له الوكالة الامريكية للتنمية تعلن تنفيذ مشاريع انسانية في العراق باكثر من مليار وسبعمائة مليون دولار وتؤكد ان تركيزها ينصب على استقرار المناطق المحررة نفتح النقاش في ملفنا مع ضيفي في الستوديو سيد رعد هاشم الباحث المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية سيد رعد اهلا بك معنا ذكرى اليما اليوم تمر على كل العراقيين هي ذكرى الغزو الامريكي برأيك هل كان متوقعا بعد 15 عاما ان يعيش العراق ما عاشه منذ ذلك التاريخ احييك وحيي متابعك الكرام وشكرا على استضافة حقيقة متوقع فعلا لمن يقرأ الاحداث بيعني دقائقها منذ اللحظات الاولى للاحتلال بل حتى قبل هذه اللحظات بايام ممكن ان يتصور المرء يعني عظم وخطورة هذه التجربة وهذه الممارسة التي يعني اقدمت عليها يعني اميركا ومن يعني شاركها في هذا المخطط حقيقة رغم التحذيرات رغم التظاهرات الدولية جماهيرية التي جابت الارض ودول العالم كلها ولكن بقي الاصرار الامريكي حقيقة على تنفيذ هذا المخطط يعني على حاله بل يعني توجه بمديات اوسع حينما اقدم على جلب يعني شل من الافراد شل من الاشخاص الذين عمرهم ما تصالحوا فيما بينهم في اوقات زمن سمية بالمعارضة ليجلبوهم يضافوا الى ذلك المشهد ان يجلبوهم ويعطوا المجال يعني للجانب الايراني في التدخل كثيرا في البلد لكي تسوء الحال بعد ان كان يحلم الحالمون من انه ربما سيصار وضع البلد الى حالة ازدهار ربما او تقدم مع حدوث التغيير المشكلة هنا ان الكل تأخذه العزة بالاثم في الدفاع عن هذه التجربة يسموها ما شاءوا تحريرا او احتلالا الكل من المستفيدين من اقتسام الكعكة كلهم ما زالوا تأخذهم العزة بالاثم ولا يعترفون بما وصل الحال اليه في بلادهم طيب يعني سيد رعد الامريكان عندما غزوا العراق قالوا باننا جلبنا الديمقراطية والانفتاح لهذا الشعب الذي اطلقوا عليه الكثير من التوصيفات برأيك اي من الديمقراطية اليوم نفذت في العراق منذ 15 عاما الارهاب يعني الانفلات حتى على القيم الاخلاقية اليوم شهدنا بانها تغيرت بشكل كبير في الشارع العراقي هذا الوضع الذي تم تأشيره حقيقة بخطورة بناء تجربة الدولة مدنية هذا ما يهدد المستقبل للبلد نعم اي ديمقراطية تحدثون عنها التي فصلت وفق مقاساتهم او تلك التي نظمها المشرعون الذين جاءوا يعني نقول على ظهر الدبابة وانما خلف الدبابات كانوا يسيرون بحمايتها وعلى اثر الصرفات نقول هؤلاء الذين شرعوا دستورا على مقاساتهم بعيدا عن الاستفادة من خبرات وتجارب دول العالم في عملية بناء الديمقراطي للدولة في عملية بناء الاعمار البلد الذي يعني حتى قبل ان تدخل داعش لهذه المدن وما تأسفر عنهم انه وضع وجود نازحين بالملايين وقبلهم المهجرين والمهاجرين الى خارج البلد من جراء الانفلات الامن كما ذكرت حضرتش والارهاب الذي دبب في البلد هم يدافعون عن تجربتهم اقصد الحكام الذين قدموا يدافعون من انه الاحتلال لم يمنحنا فرصة سوى مئة يوم مئة يوم من الانفلات هذه يعني جانب التحرير الاولي كما يزعمون وما بعد المئة يوم صار احتلالا لم يمكنهم من بناء تجربتهم والان وبعد خمسة عشر عاما يعني لا يفلحون في حتى التعبير الحقيقي الواقع التعبيرا يعني مجازيا عن ما يكنهم من تصور لبناء دولة الكل متداخل مع بعض في الافكار والتحديات ربما هم اعترفوا ضمنيا بالفشل الحاصل في العراق حتى على الواقع الامني وليس فقط في كافة المستوى لا تيد رعد سنتطرق ايضا الى العراق بين الحاضر والماضي بالنسبة الى طبقته السياسية ولكن دعنا توقف قليلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من اتوا على ظهر الدبابة او بحماية الدبابة الامريكية وكونوا الحكومات ليس الكل ولكن الاكثر من كون هذه الحكومات العراقية المتتالية منذ خمسة عشر عاما لم يتفقوا من قبل عندما كانوا معارضة واليوم لا يزلون يتناحرون كاحزاب على يعني ان يقتسموا كعكة العراق بما يسمى المحاصصة الى اي سيأخذ البلد اذا ما كنا نسير منذ خمسة عشر عاما بذات السياق يعني اكيد اذا بقى على هذا المنوال فهو الى الهاوية والكل يعول كان وما زال على احداث تغيير يعني عبر صنادق الاختراع عبر هذه التجارب الديمقراطية التي حصلت للأسف كلها كانت شوهة اقول وعرجاء لانه كانت تتدخل فيها ارادات اقليمية وايضا فيها اعمال التزوير وفيها هذا التأثير والنفوذ الحزبي الميليشياوي ونفوذ القوة لدى المتحكم بشؤون الامور في البلاد لذلك يعني هذه التجربة الديمقراطية حقق حكم عليها بان لا تنجح وحكم على اي يعني توجه او فكرة لبناء دولة مدنية ايضا بالفشل للأسف وهذا اذا بقى على هذا المنوال سيكون طبعا مصير البلد لا سامح الله وليس هذه الصورة تشاؤمية وانما يعني حقق على وفق معطيات العراق اسوأ بغداد اسوأ في القائمة المتدنية دائما في كل الاحصاءات واخرها في مجال الامراض والسل والتدرن والسرطانات تخيلي انه حتى احصائية في يعني صحيفة ميدل است اي البريطانية هذا اليوم تقول يعني انه يعني العراق يعني مهدد وجوديا ليس على الفئات المجتمعية الموجودة الان وانما على قادم الاجيال بفعل ما توارثناه ايضا من يعني مخلفات الدمار ايضا والاشعاعات يبدو المميتة المسرطنة فهذا الامر حقيقة في وسط هذا الاصطراع السياسي وحرب تلد اخرى كما يقولها البزازة هذه كلها كلها يعني مؤشرات الى الهاوية والغريب في الامر حينما يتحادث قائد العراق او رئيس العراق مع اي يعني جهة سياسية عليا في دول العالم يزيل له الصورة الوردية للأسف ولا يعني يعترف او يكشف له جانب من هذه الاخطار يعني سيد رعد ربما لا يستطيع ان يزين الكثير لان العراق زين القوائم في اسوأ البلدان حتى من الناحية التعليمية والصحية والامنية والفساد وغيرها طيب عندما نرى او يعني دعنا نتحدث عن الشريط الذاكرة منذ 2003 لليوم نتحدث عن التعليم لا تزال نفس المدارس حتى هذه المدارس تم استخدامها اليوم في ايواء النازحين للأسف نتحدث عن الجانب الصحة ذات المستشفيات التي تم بناؤها من قبل حتى من قبل النظام السابق وللان هي لتزال نفس المستشفيات ماذا عن الجسور الطرق البيوت المستخدمة حتى المراكز التي كانت تابعة لتسميتها النظام السابق اليوم هي مستغلة من قبل الساسة الذين يحكمون العراق بعد 15 عاما لماذا لم يقوموا بتغيير للأفضل هل لا توجد لديهم رؤية حقيقية هل جاءوا فقط للعراق يعني ربما مصالح شخصية اهداف شخصية ربما حتى اهداف خارجية يعني اذا وضعنا موضوع المقارنة مع السابق النظام السابق النظام الحالي بكل رموزه يتحسسون من هذا الشيء يعني الخلاف العقائدي السياسي اي ان كان هذا الخلاف وحينما يعني نبتعد عن هذا الوصف نقترب قليلا الى ظرفنا هذا لانه اللي تحدثت به كله صحيح واكثر من هذا الشيء يعني في كل المجالات فشل واخفاق وعدم اضافة اي لمسة يعني في مجال الاعمار والاسكان والصحة هذه المجالات يطول شرحها ولكن لن نقول الان بعد هذا الدمار الذي خلفته داعش والاعمال العسكرية في كل من الانبار صلاح الدين نينوى وما جاورها قل لي بالله عليك ما يعني ما الذي تطور من اي والموضوع بعضها بعضها صار سنة سنة او سنتين على تحريرها اي تطور او اي حتى تحرك ممكن ان يلملم هذا الوضع رئيس الوزراء حينما يذهب الى اليابان يتعاقد او يتحدث عن مشاريع في الجنوب نعم كل بلاد يعني كل البلاد محتاجة الى اعادة بنية تحتية واعمار ولكن لم يتطرق الى الموصل مثلا الذي اصابها الدمار الكبير والشامل يعني هذا الامر حقيقة ربما فيه نزعة سياسية صبغة ربما نقول ليس اتهاما فيها شيء من صبغة طائفة عفوا ان لم نقول طائفية نقول حزبية او انتخابية لكن الامر يعني هذا البلد يحتاج الى جميع القدرات جميع الامكانات وحتى تداعيات مؤتمر الكويت للمانحين ولم يبن من عنده الان يوزعون استمارات لعقد انتزام ادبي مع الدول التي تبرعت او منحت العراق اموالا لم يبن حتى يعني للشارع العراقي انه اي نية لدى الحكومة في عادة تأهيل تأهيل البنية تحدثي جميلا حينما قلت في مقدمتك عن البنية الاخلاقية التي تغيرت في العراق بعد الاحتلال بعد خمس ستع عشر عاما من حكم الجماعة للبلد لم يبن اي ما يثبت او بنية صادقة يعني دائما ما يخرج التغير الى الاسوأ وخصوصا بعد الغزو هذا ما يتوقع منه ولكن يعني تصدف الذكرى هذه السنة قبل انتخابات 2018 ونلمس عند الشارع العراقي هناك وكأنه نقم على الحاضر وما يعني فيه من سيئات وحنينه الى الماضي وما فيه حتى اذا ما كان البعض يراه سيئا او حسنا ليس هناك فرق ولكن عندما يكون الحاضر سيء ربما هو يحن الى الماضي اريد ايضا ان نتحدث في هذه النقطة كيف يمكن ان ينتقل يعني المواطن العراقي او الناخب العراقي الى انتخابات 2018 بهذه الرؤية المأساوية عن واقع العراق ولكن بعدا نتوقف قليلا بالعودة لإكمال الحوار مع ضيف يا سيد رعد هاشم سيد رعد تحدثنا عن كيفية اليوم المواطن العراقي الناخب العراقي ان يتوجه الى انتخابات 2018 وهو يحمل نقمة على الحاضر المزري الذي يعيشه وايضا حنين الى الماضي حتى اذا ما كان البعض يراه سيئا او حسنا يعني هو بالماضي ما كان هناك عمليات انتخابية وبالتالي العملية الانتخابية حصلت في هذا الزمن وتتسنى للشعب ككل انه يعرف الاصدقاء من الاعداء حتى من بين هؤلاء السياسين او الطابق الحاكمة او الطابق الجديد التي تريد ان تظهر وتبرز لادارة البلد نقول انه يعني حقيقة يعني الذي يكتنزه او الذي يختزنه ابناء الشعب العراقي تجاه هذه الطبقة كافة قد علق ربما عليها السيد الصدر بانه لا يصلح معهم الا الشلع قلة ولكن القلق كل القلق من اعمال حقيقة التزوير الجهد غير المنظم يعني المشوش والضبابي لاداء المفوضية الانتخابية قضايا عديدة حقيقة تقلق الشارع العراقي منها ما قلناه عدم وجود رغبة او نية حقيقية واضحة ربما في الخيال موجود هذه الرغبة ولكن على الواقع لا توجد لدى الحكومة والجهات التنفيذية في اعادة بنية تحتية بابسط مستواها لمناطق متضررة كل هذه يعني هي تختزنها ربما ذاكرة لانه يعني قريبة يعني حدوثها قريب ويعني احداثها عاشوها كل العراقيين وحتى ابن الجنوب وابن الوسط تأثر من هذه العملية من عملية النزوح عملية الاحتلال داعش للمناطق لانه ابناؤهم المضحين اللي قدموا شهداء وحرروا المدن بالتنسيق والتعاون مع المناطق ابناء المناطق المتضرر كلها كل العراق تضرر لذلك يعني مسؤولية الناخبين تفوق مسؤولية حتى الدولة في موضوع الاختيار حال يذهب الى انتخابات 2018 مناشدا التغيير في الواقع العراقي سيد رعد هاشم البحث المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة اهلا بكم من جديد وحفظة ديالة التي تعد من اكثر مناطق العراق توترا عانت ما عانته منذ عام 2003 وحتى الان وفقدت الكثير من ابنائها في حروب لا ناقة لهم فيها ولا جمل فلم يكن من هؤلاء المتضررين الا ان يتشبثوا بمن يجلب لهم الامن ومن يكون قادرا متمكنا من بسط سلطة القانون ولعل هذا ما دفعهم الى التمسك بقائد شرطة المحافظة اللواء الركن جاسم السعدي رافضين نقله وتغييره او استبداله باي شخصية اخرى هذا الرفض الشعبي لنقل مسؤول امني هو الحالة الاولى على مستوى العراق بحسب ما اكد مسؤولون في مجلس محافظة ديالة حيث اكدوا ان تمسك الاهالي بقائد الشرطة يأتي بسبب قدرتها على تحجيم دور الجماعات المسلحة والعصابات المنظمة والمتنفذين التابعين الى بعض المسؤولين ومنعهم من استهداف المدنيين اذا نفتح النقاش في الواقع الامني لمحافظة ديالة مع ضيفنا سيد عبدالخالق العزاوي المرشح عن اتلاف الوطنية عن محافظة ديالة سيد عبدالخالق اهلا بك معنا بدل ان نكرم قائد شرطة ديالة لانه يمنع كل من تسوي له نفسه ان يضر بامن المحافظة نقوم اليوم بمحاولة نقله من هذه المحافظة الى مكان اخر ومتظاهرون لاول مرة في المحافظة يخرجون متمسكين بقائد شرطة وهذا حدث في العراق يحدث لاول مرة لماذا اليوم في العراق كل شيء بالمقلوب حياكم الله وإهلا وسهلا بكم وأيضا بمشاهدكم الكرام حقيقة اللواركون جاسم موضع تقدير وموضع احترام من قبل الحكومون المحلية وبالأخص مجلس محافظة ديالة ورأيناه بأم عيوننا في معاركنا مع داعش الارهابي وفي مناطق منصورية الجبل وناحية العظيم وأيضا كل المناطق التي خضعت لمعارك داعش هو شارك في هذه المعارك وأيضا نسق وضرب قضايا الإرهاب وقضايا الجريمة المنظمة في ديالة والعصابات الخطف التي موجودة في ديالة وتمكنت قيادة شرطة ديالة واستخبارات ديالة من مسك من أكثر من عصابة للخطف وتم إحادته من القضاء العراقي كل هذه الأسباب أدت إلى التمسك من شعب ديالة وظهور مظاهرات حقيقة تؤيد قائد شرطة ديالة وأيضا مجلس المحافظة وقفة مشرفة مع السيد قائد شرطة ديالة لأنه يستحق اليوم نحن لاعتراض لدينا على قرار السيد رئيس دولة الوزراء الأخ الكبير السيد العبادي هو قراراته محترمة وأيضا منفذة على جميع المحافظات ومنها ديالة لكن اليوم المجلس عقد جلسة طارئة حقيقة يوم الأحد الثمانية أربعة والتمس من أخينا الكبير وأبونا السيد العبادي بالتريث بنقل السيد قائد شرطة ديالة وأيضا بعد التريث إن شاء الله يثبت فيه ديالة طيب سيد عبدالخالق يعني ما دور الجماعات المسلحة الجماعات التابعة للأسف لبعض المسؤولين في المحافظة أيضا العصابات المنظمة التي يمكن أن يكون لها ظهر يسندها في محافظة ديالة حتى يأتي أمر بنقل قائد الشرطة الذي يقف بالضد من هؤلاء يعني هي مشاكل جمّة في ديالة منها مثل ما خبرتك سيدة العزيزة ضرب عصابات الخطف والجريمة المنظمة وضرب الدواعش وأيضا ضرب عصابات التهريب في ديالة كل هذه الأمور أدت إلى يعني الذهاب إلى شكاوي ومن عشيرة معينة إلى السيد رئيس الوزراء دون الرجوع إلى الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي والسؤال على ماذا فعل والسؤال منهم على ماذا فعل اللوار يكون جاسم في ديالة اليوم اللوار يكون جاسم في ديالة قائد شرطة ديالة محظ تقدير واحترام ومتمسلك بشعب ديالة قبل حكومة ديالة الوضع في ديالة هناك عدة حوادث حقيقة في ديالة في الآونة الأخيرة لكن أيضا كان الدور الكبير لقائد شرطة ديالة وكل أقسام القيادة وعلى رأسهم السيد القائد في تهدئة الوضع وتقليل الخلافات وحتى دخولهم في النزاعات العشائرية ليس فقط أيضا قائد شرطة ديالة في هذا المجال وإنما كل قيادة ديالة نحن كنا نطمح أن يكون التكريم مثل ما جنابش ذكرتي في بداية اللقاء لسيد قائد الشرطة اليوم نقله إلى محافظة البصرة نعم هو قد يكون إيجابي له وتكريما له لكن اليوم شعب ديالة متمسك به وحكومة ديالة متمسكة بقائدها على أقل تقدير لأنه مطلع على جميع أمور ديالة هو من ديالة قام بدراسته في ديالة بيته في ديالة طيب سيد عبد الخالق عندما نتحدث عن شخصية وطنية تحتاجها المحافظة اليوم وخصوصا في واقع أمني ربما يكون غير مستقل يسبق موعد الانتخابات التي يمكن أن تجرى في المحافظة في الأيام المقبلة يعني هكذا نوع من التناقل في الواقع الأمني ألا يقلقكم لإجراء ربما عمليات تزوير بالجملة ربما تدخل هذه العصابات لإخلال الأمن في داخل المحافظة في وقت الانتخابات أريد منك الإجابة ولكن بعدا نتوقف قليلا ترجمة نانسي قنقر نعود لإكمال الحوار مع ضيفي سيد عبدالخالق العزاوي سيد عبدالخالق هل تتخوفون مما ذكرنا قبل قليل؟ طبعا صحيح هذا الأمر كان مفاجئ على أسمائنا وأيضا مفاجئ للحكومة في إيدياله لأن مجلس الوزراء اتخذ قرارا سيد القائد العام للقوات المسلحة بتاريخ خمسة ثلاثة بمنع نقل أي منتسب سواء كان في الداخلية أو الدفاع وأيضا شمل هذا القرار الدوائر الخدمية حتى لا تؤثر على موعد الانتخابات ولا تعتبر دعاية انتخابية تفاجأنا بنقل قائد شرطة في هذا الظرف نحن اليوم بصدد اللقاء بالسيد الرئيس الوزراء وبعثنا برسالة عبر قنواتكم الموقرة لوفد يحضر إلى المجلس الوزراء للقاء بالدكتور العبادي ملتمسين منه الترويث بهذا التوقيت هذا التوقيت بالترويث بالنقل لأن هذا التوقيت يعتبر خطر على محافظة ديالة اليوم المحافظة تشهد انتخابات يعني شهر وعدة أيام للانتخابات البرلمانية وهذا حقيقة الوقت مهم جدا لبقاء قادة ديالة في ديالة طيب يعني سيد عبدالخالق نتحدث عن موعد ما قبل الانتخابات هل الواقع الأمني اليوم مستتفى المحافظة لعودة النازحين مثلا لمشاركتهم في الانتخابات لتأمين هذه الانتخابات المراكز التي سيتم إجراء فيها التصويت وضع ديالة يعني الأمني يعني به نوع من القلق اليوم ديالة قبل سنتين أو أكثر تم إعلانها محررة لكن للأسف الشديد لم تعلن مطهرة هناك خلايا لداعش الإرهابي في ديالة وأخطر ما موجود ويوثر على ساحة ديالة هي مناطق صراحة دينة الحدودية مع ديالة ولا يفصل بينها وبين ديالة إلا نهر العظيم وحاول العظيم وقلة المياه في هذا النهر مما يؤدي إلى عبور المجامع المسلحة على ديالة اليوم هذه المناطق عبارة عن 14 أو 15 قرية هي شاغرة وخالية من السكران وخالية وشاغرة من القطعات الأمنية طالبنا مراراً وتكراراً من دولة رئيس الوزراء على اعتبار القادة العامة للقوات المسلحة والقادة الأمنيين قادة عمليات سامرة وقادة عمليات تكريت صراح الدين وقادة عمليات شرق دجلة من مسك هذه المناطق على اعتبار أنها تؤثر تأثيراً سلبياً قوياً على محافظة ديالة ومنها عبور إلى منطقة الزور في شمال المقدادية ومنطقة سلاسل الجبال الحمرين وأيضاً منطقة حوض الندى اليوم الدواعش موجودين على مرأة العين في تلك المناطق لكن للأسف هذه المناطق لحد اليوم لم تمسك طبعاً تؤثر على الوضع الناخب في ديالة وتؤثر على عودة النازحين في ديالة يعني سيد عبد الخالق خلنا تحدث فقط عن عصابات داعش الإرهابية التي هي ضمن جيوب معينة في داخل المحافظة أم لا تزال هناك مخاوف من قبل تم الحديث في محافظة ديالة عن أعضاف داخل المجلس للأسف يملكون جماعات مسلحة بأسمائهم ربما تتخوفون من تدخل هذه الجماعات لتغيير النتائج في محافظة ديالة طبعاً كل الأعضاء هم منتمين إلى أحزاب ومنتمين إلى كتل وهذه الأحزاب لديها اليوم على الشارع شارع ديالة وشارع البلد لديها حشود موجودة والحشود بعيدين عن هذه التصرفات أما كمجامع مسلحة بالنسبة للأعضاء هذا يعني عارض عن الصحة على معلوماتي وانا نائب رئيس الليجنة الأمنية في ديالة لكن هناك أيضاً حشود موجودة في ديالة والسادة للأعضاء يكون مسؤولين على قسم من هذه الحشود أما جرائم الخطف وعصابات الخطف في ديالة مميزة لدى القيادات ولدى شعب ديالة نعم سيد عبدالخلق مستمرون معك ولكن دارنا توقف قليلاً ترجمة نانسي قنقر بالعودة لكم الحوار مع ضيفيا سيد عبدالخلق العزاء ومرشح التلاف الوطني عن محافظة ديالة يعني كونك مرشح لانتخابات 2018 هذا يعني بأنكم لديكم رؤية ربما واضحة للآن لشكل المحافظة بعد انتخابات 2018 ما هذه الرؤية؟ طبعاً هذه الانتخابات هي انتخابات مهمة وأيضاً انتخابات صعبة على قسم من نواحي ديالة وتحديداً على المكون السني على اعتبار أنه هو جمهوري وأنا أمثل هذا المكون وبعيداً عن الطائفية ونحن نمثل كل شعب ديالة وجه كل جمهور ديالة لكن اليوم أكثر من 60 ألف نسمة هي خارج محافظة ديالة هي في المخيمات هي في الكاربانات ولحد الآن هناك جدولة لعودة هؤلاء المواطنين وهؤلاء العوال إلى مناطقها وعمليات دجلة متبنية القضية لكن في الأونة الأخيرة وفي هذا الوقت الضيق ما ممكن من عودتهم إلى مناطقهم وإلى حضن ديالة هذا يؤثر تأثير سلبي اليوم حتى المرشح للانتخابات من الصعب أن يذهب إلى المخيمات ويخبر المواطنين أنه قوموا بانتخابي أو أنا أمثلكم هذا صعب جداً وعلى أقل تقدير ممثليننا وقياداتنا في الحكومة الاتحادية لديهم التقصير مع النازحين ولديهم التقصير مع شعب ديالة اليوم ديالة حررت قبل أكثر من سنتين ونص ولحد الآن مناطق بالكامل لم تعود مناطق شمال المقدادية عفواً قسم منها كبير لم يعود للوقت الحاضر أيضاً مناطق في عدنا وجبات أخيرة في ناحية العظيم لم تعود أيضاً في السعودية وجلولاء وجبات كبيرة جداً لم تعود إلى مناطقها وقسم من مناطق هؤلاء المواطنين هي مدمرة بالكامل وكأنه زلزال ضربها وتم إعلان ناحية جلولاء منكوبة من قبل البرلمان العراقي ولليوم لم تخصص مبالغ لعادة هؤلاء الناس ومبالغ لعانتهم على أقل تقدير لعادة بناء منازلهم فالوضع يشوب الخطر ويشوب الريبة وإن شاء الله نتأمل من مواطنين المشاركة بالانتخابات على أقل تقدير لمعرفة من يمثلهم حق التمثيل في الانتخابات القادمة نعم سيد عبدالخلق العزاوي المرشح على اتلاف الوطني عن محافظة ديالة شكرا جزيلا لك مشاهدين بهذا ناتي على ختام حلقة اليوم من برنامج منشط أحمر عدوا لقاكم يوم غد بنفس التوقيت بإذن الله